بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد فمما يدل على عظمة القرآن الكريم وفضله ما بين النبي عليه الصلاة والسلام في فضل سورة الإخلاص بيّن بأنها تعدد ثلث القرآن وذلكم لما ثبت عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلاً سمع رجلاً يقرى قل هو الله أحد يرددها فلما أصبح جاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فذكر له ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس بيده إنها لتعدد ثلث القرآن وهذا من فضل الله تعالى على عباده سورة قصيرة تعدد ثلث القرآن وهي لا تغني عن القرآن لكن في الفضل والثواب إذا قرأ حصل له كأنه قرأ ثلث القرآن وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على هذا الإنسان المسلم ولله الحمد وفي لفظاً أن رجلاً قام في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ من السحر قل هو الله أحد لا يزيد عليها فلما أصبح أتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره من حويه لأن هذا الفضل يدخل ويحصل عليه المسلم إذا كررها وقرأها وهذا من فضل الله تبارك وتعالى وخاصة إن لم يحفظ من القرآن إلا قليل فلو كررها يحصل على الثواب العظيم وثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليهم قل هو الله أحد ثم قال ألا إنها تعدل ثلث القرآن وفي لفظ أقرأ عليكم ثلث القرآن أي يقوله النبي عليه الصلاة والسلام يقولوا تريدون أن أقرأ عليكم ثلث القرآن صلوات الله وسلامه عليه فقرأ قل هو الله أحد حتى ختمها عليه الصلاة والسلام وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حدي أبي الدرداء أنه قال أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن قالوا وكيف يقرأ ثلث القرآن قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن رواه مسلم وهذا من فضل الله تعالى على عباده أن يسر عليهم هذا القرآن وجعله ميسرا وجعل فيه الثواب العظيم من أحب سورة الإخلاص أحبه الله عز وجل فثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقول هو الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنه أحب أن أقرأ بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه رواه البخاري ومسلم هذا من فضل الله تعالى وذبت من حديث أنس أن الرجل قال يا رسول الله إن يحب هذه السورة قل هو الله أحد قال إن حبها أدخلك الجنة رواه الترمذي وهذا من فضل الله تعالى على عباده فسورة الإخلاص سورة عظيمة تعدد ثلث القرآن لأنها نزلت في توحيد الله عز وجل فهو الواحد في ذاته وأسمائه وصفاته واستحقاقه للعبادة ولا كفأ له ولا ند وأنه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفو نحت وأنه الصمت الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها فلهذا كانت هذه السورة تعدد ثلث القرآن لأنها نزلت في توحيد الله تعالى والقرآن ثلاث أقسام قسم يخبر عن الله وعن صفاته وأسمائه وحقه وقد ياء في هذه السورة قسم يخبر عن ما كان وما يكون وما سيكون ثالثا قسم أوامر ونواهي أمر بكل ما يحبه الله ونهي عن كل ما يبغضه الله فصارت هذه السورة تعدد ثلث القرآن لأنها في توحيد الله تعالى تقرأ هذه السورة في كل وقت أراده المسلم لكن تشرع قراءتها في بواطن الموطن الأول في الصباح والمساء مع المعوذتين ثلاث مرات دبر كل صلاة مع المعوذتين عند النوم مع المعوذتين ثلاث مرات مع النفذ والمس على الجسد كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في ركعتي الطواف معا قل يا أيها الكافرون في ركعة الوتر تقرأ في الركعة الواحدة ركعة الوتر في سنة صلاة المغرب معا قل يا أيها الكافرون في ركعتي الفجر معا قل يا أيها الكافرون هذا وأسأل الله تعالى التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد